أسألك سؤال ممكن مين عثمان طاها مين عثمان طاها ما تعرف عثمان طاها مهندس لا الشاعر لا مو شاعر هو بيهندس أمور أخرى بس مش معمارية هو عنده مسؤولية ضخمة جدا شخصية معاصرة هو عايش حاليا شوف كلمحت اسمه في حتة هلا 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 حبيب هلا وسهلا الله يكرمك يا ماما خليك محمد الشقيري ولدك يحبك مسميك القمر في التليفون عارف المعلومة دي؟ نسألك سؤال سريع تعرف يتجاوبي ولا لا طيب مين هو عثمان طاها مين عثمان طاها ماشاء الله انت ولدك علامة هو علامة وانت علامة ترى الواحد بيقرأ القرآن شوف السنين ما عمري فكرت انه هذا ترى خط يدوي يعني كنت محسة بصراحة انها يعني خلاص كمبيوتر وفونت موجود وانطبع وانتهينا لا طلع هذا الخط اللي قاعدين نقرأه احنا واحد شخص إنسان قاعد خط القرآن كله بيده من أوله لآخره فالمصحف الشريف المصحف المدينة المنورة لما تفتح من الخلف ستلاقي مكتوب بعون الله وتوفيق تم طبع هذا المصحف وبعدين في الأخير الخطات عثمان طاها هو هذا عن قابله أول مرة قابله بسم الله السلام عليكم حيا الله شيخنا أهلا وسهلا كيف حالك إن شاء الله بخير مرحبا كيف أمورك إن شاء الله طيب الله يكرمك الله يكرمك عثمان طاها يعني سبحان الله الواحد يشوفوا هذه على طول كده بغناطيس يد تقبلها لأنها يد يعني قضت أكتر من ثلاثين أربعين سنة في كتابة المصحف كتابة القرآن في جميع الروايات حوالي 12 نصفة كل خط يد والله أنا عشقان الخط ما يبني التعب يعني أكتب حتى تعب حتى أحيانا أكتب الخط وقلبه على الأرض متعب متعب نعم الشغف متجسد فيه شغفه في كتابة المصحف لا يبني الدنيا كلها لا يبني أنا والخط أنت والخط؟ بس عندك تقوص معينة قبل لا تبدأ؟ أنا ما كتب صفحة من المصحف اللي كلها إلا على وضوء هنا فالمصحف الواحد تقريبا كم يأخذك وقت كتابته؟ كم يأخذ وقت عشان تكتب القرآن الكريم؟ كاملا بخط اليد أسبوعين خط اليد طيب حقك كمواطن أنك تقول شهرين كل سنة ستة أشهر سنة ونص ستة أشهر ستة أشهر شهرين شهر أسبوعين لا ضعبة أسبوعين نغلق كيف تعتقد أنه يأخذ المصحف؟ شهرين فمين يقفن فيكم؟ انتم الثلاثة تحدي بينكم سنتين سنة سنة ثلاث سنوات ثلاث سنوات عمليومي عمليومي الله بالنسبة لكتابة القرآن يعني الإنسان المؤمن الي يؤمي بالدين وبالآخرة ويومي وجود الله القرآن مخيف صعب يعني خاصة عندك وصف الجنة وصف النار وصف الجنة بمرتاح أنا بحب أنه ما تخلص الأيات يعني انت جاهنا على جهنة وعذاب جهنة وكذا كذا كذا شو يدي بترجوه باراء أنا عادتها ما باراء وأنا بحسة على الحالي شيخ عثمان حين فيه اللي حيشوفوا اللقاء دايمكن أملايين مسلمين فإيش تحب تطلب منهم لما يقروا القرآن يدعو لي يعني يحفظي عيني وجوارحي مشان أكمل أعملي وعمري تقدم كتير الحمد لله أنا الآن جاوز الخمسة وثمانية إن شاء الله الله يطول في عمرك البركة والخير أمين ربنا يحميك من كل شر ربنا يسترق دين ودنيا وآخرة يسترق يسترعي أعلك ربنا يوافق أولادك يحفظ زوجتك يهزل محبة بيناتك الحمد لله ربنا الله يكرمك الله يخليك تسلم فيك شكرا لكم